يسعد صباحك سلام صباح الخير على صباح الخير لكل أسادة المشاهدين طبعا قبل قليل دخل الطلاب إلى مقاعد الامتحانات في قاعات الامتحانات هنا تحديدا من مدرسة بنات العودة الثانوية في محافظة بيت الأحم هناك ثلاث قاعات يلجأ لها الطلبة لتقديم امتحان الدورة الثانية من التوجيه الاستكمال هذه الفرصة التي يميزها لهذا العام هي الفرصة والسماح للطلبة بإعادة ثمانية مواد عوضا عن أربعة مواد كانت في السنين السابقة فهذه طبعا كما تحدثت زملائي فهي فرصة ذهبية للطلبة بتحسين معدلاتهم وأيضا استكمال ما تبقى لهم أكثر تفاصيل حول الأوضاع هنا في بيت الأحم بالنسبة لأجواء تقديم امتحان الثانوية العامة يسعدنا استضافة مدير عام التربية والتعليم في بيت الأحم الأستاذ بسام جبري سعد صباحك أستاذ بسام صباح الخير أكتحيات ولجميع الأخوة المشاهدين في فلسطين الحبيبة ورحمة الله على شهدان الأبرار نعم نتحدث معك أستاذ بسام هنا عن الإجراءات والتحضيرات كيف كانت من قبلكم وبلغة الأرقام أعداد الطلبة المتواجدين حاليا في ثلاث قاعات هنا في بيت الأحم لاستكمال الدورة الثانية من الامتحانات يعني في البداية نحن كوزارة التربية ومدريات خلية نحل متكاملة من الدورة الأولى للثانوية العامة اللي كان شيء برفع الرأس وكانت نتائج مميزة على مستوى فلسطين وهذا جهد من معالي الوزير وأسرة الوزارة والمدريات والمراقبين والمصاححين والأسرة القاعدة يعني خلية نحل فبالتالي كل الاحترام والتقدير لكل من عمل من أجل أبنائنا في فلسطين احنا في هذا اليوم بعد قليل الساعة التاسعة تماما زي ما شفتوا الطلاب الآن في القاعات راح تفتح الأسئلة أمام الطلاب فاحنا عنا في بيت لحم راح يكون عنا 726 طالب وطالبة للدورة الثانية في ناس راح يقدموا مادة مبحث واحد في ناس مدتين مبحثين حتى ثم المباحثة ما اتفضلت فاحنا لهذا الاستثناء للمدة العام واحد وهو 23 راح يكون مسموح للطالب ان يستكمل ثم المواد أو يحسن حتى ثم المواد وهذه فرصة لأن الظروف اللي حدثت في الوطن في الفترة السابقة وكل الاحترام بالتقدير لهذا القرار المميز لمدة عام واحد احنا عنا 444 طالب أدبي طبعا بين ذكور وإناثنا تحدث وعنا 255 طالب علمي بين تحسين وغير مستكمل أو كليهما معا وعنا 26 طالب ريادة وفي عنا ثلاثة مهني وفي عنا 6 حالات خاصة ما سمح لهم القانون اللي هو وزارة التربية والتعليم لظروف خاصة ممكن مدت من الساعة حسب القانون ممكن الناس عندهم كاتب لأنه عنده في اليد صعوبة في العضلات وفي غرفة مستقلة فضمن إجراءات الدورة الأولى تماما وإحنا أيضا هذه الشرطة الفلسطينية متواجدة وكل الاحترام وتغذيل الشرطتنا والجهزة الأمنية وبالتالي احنا كخلية نحل بجهود جبارة من قسم الامتحانات وأيضا مدراء المدارس والمشرفين والمراقبين لدينا 70 مراقب في القاعات الثلاث وأيضا احنا عملنا بكل جاهدين على أن تكون الامتحانات 100 ونسبة خطأ صفر فالامتحان الثانوي الآن هو امتحان عالمي ومعروف لكل العالم وهو نفتخر فيه ونعتز بكل خلية النحل اللي هي أسرة وزارة التربية والتعليم فبالتالي الآن احنا يبدأ الامتحان بهدوء كما ترون وطلب في داخل القاعات والآن حسب النظام يفتح الأسل أمام الطلاب وبالتالي إن شاء الله احنا نتمنى التوفيق لطلابنا اللي بدي يحسن لأن هناك ناس عندنا 95 و19 بدي يحسن عساس بدي يدخل طب فصلا درست الطب بدي يدخل طب فبالتالي هو من حق أن يحسن وبالتالي في ناس حتى عندنا 79 و15 أو أكثر وأكثر يعني أجونا على المكتب وبيدهم يدرسوا مثلا هم أدب يدرسوا تمريض وبالتالي بديهم يحسنوا حتى يحصل على الثمانين وهذه فرصة متكافئة لكل طلابنا وهذه فرصة ما تحدث في العالم إن الطالب يستطيع خلال سبعين ثلاث أن يقدم للتحسين وبالتالي حسن معدلة وبالتالي يرتقي وينجح وأيضا غير المستكمل في مادة أو حتى ثمان مواد رح إن شاء الله يقدم وينجح وبالتالي بالحق لجامعات والجامعات تنتظر في العام الدراسي القادم نعم هذه الدورة تبدأ بامتحان اللغة الإنجليزية اليوم تنتهي بامتحان التكنولوجيا في الواحد والعشرين من أغسطس حدثنا عن الموعد المترقب لإعلان النتائج ليتصلنا للطلبة يعني اللحاق بزملائهم في الجامعات يعني احنا من اليوم الخلية تنحل موجودة وبالتالي بعد ما ينتهي الامتحان بروح بنسلم احنا في مركز الخليل وتبدأ التصحيح من صباح غدا فورا وبالتالي كل المبحث ينتهي يبدأ التصحيح وطبعا الوقت مش رح يوخذ وقت كثير يوظل عنا التكنولوجيا آخر يوم اللي هي عنا في واحد وعشرين يعني بتاخد التصحيح بدها لمدة أسبوع وإدخالها على الحاسوب وتجهيز كل الإجراءات من وزارة التربية وأتوقع أن يكونوا يعني يعملوا بجهد جدا واجتهاد حتى مع بداية سنطنبر أن تكون نتائج بين هذه الطلبة واللتحقوا بالجامعات فهذا احنا واجبنا أن نخدم أبنانا ويلتحقوا بالجامعات حتى أنهم كل واحد يحقق الهدف اللي بديها وإحنا رح إن شاء الله نكون عندنا المسؤولية وإحنا نقول كل عام وأنتم بخير رح يبدأ العام الدراسي القادم 19 الشهر في مدارس المدن اللي بتعطي الأحد ويوم الأحد عشرين الشهر في مدارس الكرة اللي بتعطي اليوم الجمعة والسبت وبالتالي كل عام وأنتم بخير طلابنا استعدوا رح إن شاء الله يكون عام إن شاء الله عام مميز بجهود الجميع وإحنا جاهزين أن نستقبلكم في جميع مدارسنا في المحافظة رح تكون 132 مدرسة حكومية وأيضاً عنا ثلاث روضات حكومية وأيضاً عنا أربعين مدرسة خاصة اللي هي أهلية مش ربحية لأننا كلهم أهلية وبالتالي إحنا كنا خلية نحل رح نتوجه 56 ألف طالب وطالب إلى مقاعد الدراسة في بداية العام الدراسي القادم إحنا جاهزين استكملنا كل الإجراءات جاهزين لأستقبال طلبتنا أهلا وسهلا فيكم وإحنا اليوم في الدورة الثانية على أكمل وجه وإن شاء الله تكون نسبة الخطأ في هذه الثانوية العامة صفر وأبناء أن يستحقوا مننا الكثير وإحنا نتشافين الظروف التي يمر فيها الوطن من اجتياحات واغتيالات وأيضاً شهداء كل يوم وهدم منازل وظروف صعبة وأيضاً عنا أنتم زي ما تعرفين في أخت حيات إحنا هدمونا مدرسة هذا مدرسة التحدي خمسة هدمت وإحنا كان أنهينا العام الدراسة فيها بالخيام خيام متنقلة وإن شاء الله سوف ترى هذه المدرسة النور ولن يكون طلابنا في الخارج ولا في العراء حتى إنهم يدرسوا إحنا رح نأمن أمر معين إن شاء الله قريباً إنهم يكونوا طلابنا في موقعهم أن يبدأوا عامهم الدراسي في ذات المدرسة ليس بمدرسة بديلة أكيد إن شاء الله رح تكون الأمور على ميرام وطلبتنا لن يكونوا في الشارع وإحنا حق مواجب علينا إنهم يدرسوا في ضمن البيئة مناسبة ضمن إمكانياتنا المتاحة وضل الظروف الأمنية اللي هي في تلك المنطقة فإن شاء الله إحنا طلابنا إحنا جاهزين إن نكون في خطبة قريباً إن شاء الله شكراً لك أستاذ بسام يعطيكم ألف عافية شكراً لك ألا فيك شكراً لك إذن مشاهدين الكرام هذه هي أجواء تقديم الدورة الثانية من امتحان التوجيه وسنكون بمتابعة أكيد خلال الأيام القادمة حتى انتهاء هذه الامتحانات نتمنى للطلبة وذويهم طبعاً التوفيق والنجاح شكراً للمتابعة عودة لكم زبالاء ترجمة نانسي قنقر